السلام عليكم وأهلا بكم في الذكرى السابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر يتفق المؤركون على اعتبار 1839 هو العام الذي أحكمت فيه بريطانيا سيطرتها على مدينة عدن واعتبرتها مستعمرة استمر هذا الحال لمدة تجاوزت قرنا وربع القرن وخلالها عمل أبناء اليمن على مقاومة المستعمر بأشكال مختلفة لتتوج بثورة الرابع عشر من أكتوبر كانت الثورة الأم في 26 سبتمبر 1962 هي الملهمة للأحرار والمراهدين للمستعمر تفي نجاحها توفرت الأرضية لثورة الجنوب وكانت مناطق إب والضالع وتعز والبيضاء ذخائر الثورة من الأرواح والدماء التي ضخت إلى جانب دمائي وتضحيات أبناء عدن ولحج وأبيا وشبى والضالع والمهرة وحضر موت ليحيى كامل الجسد اليمني في هذا التاريخ تحديداً انطلق الكفاح المسلح من جبال ردفان ضد المستعمر بقيادة البطل راجح لبوزة حينها كان الثوار قد نجحوا في إنشاء ثلاثة تكتلات بارزة للثورة هي جبهة تحرير الجنوب والجبهة القومية والتنظيم الشعبي اتخذ الثوار أساليب مختلفة منها الكفاح المسلح ومنها النضال السلمي بما فيه من مظاهرات وإضرابات عمالية ونقابية وفي هذا التاريخ تحول العمل الفدائي سري إلى المجبهة المباشرة وخوض حرب الشوارع وفي مطلع العام 1967 وصل العمل الفدائي للثوار إلى مستعمرة عدن سابقاً بعدها بخمسة أشهر سيطر الثوار على مدينة كريتر التي تحولت حينها إلى مركز لتحرير المناطق الجنوبية من السلاطين والمستعمرين وفي هذا التاريخ خرج آخر جندي بريطاني من عدن وانتهى أكثر من قرن وربع القرن من الاستعمار بذلك نجحت ثورة في تحرير 23 سلطنة ومشيخة لتدخل جميعها في إطار ما عرف بجمهورية اليمن الديمقراطي الشعبية والتي توجهت بعد 23 عاماً بإعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 اليوم والثورة تعيش ذكرها السابعة والخمسين تواجه اليمن مخاطر عودة التشضي والاستعمار وإن بدى محمولاً فوق عناق الأشقاء وليس الأعداء ترجمة نانسي قنقر